الحصاد من قناة الغد في القاهرة أهلا بكم والبداية بالعنوي قوى الحرية والتغيير بالسودان تقول إنها تعمل على التوصل إلى اتفاقية إطارية مع الجيش الإعلان عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى في العراق الاتحاد الأوروبي يعد بتقديم مساعدة مناخية لإفريقيا بأكثر من مليار يورو أهلا بكم إلى تفاصيل حصادنا أعلنت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أنها تعمل على التوصل إلى اتفاقية إطارية مع الجيش وأشارت الحرية والتغيير إلى أن مرحلة ثانية من المحادثات ستتناول العدالة الانتقالية وقضايا أخرى مضيفة أنها لن توقع اتفاقا نهائيا دون موافقة جميع القوى الثورية العملية السياسية هي فرصة للإصلاح وبناء الدولة يستحق شعبنا وهي أيضا فرصة لبناء الجبهة مدنية من كل أصحاب المصلحة وقوى الثورة والعملية السياسية في النهاية ستتم بمشاركة فعلية من قوى الثورة نحن في الحرية والتغيير مفتحين على كل قوى الثورة نريد أن نناغش مناغشة جدية لن نوقع اتفاق نهايي إلا بأن يناغش شعبنا وهو الثورة الأربع ملفات واخترنا هذه السيغة بالذات لحرصنا على المشاركة ومشاركة أصحاب المصلحة ولعلمنا أن الحرية والتغيير لن تستطيع أن تحسم دون غيرها من قوى الثورة من جهته أكد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان أنه وضع السودان كأولوية وأنه تابع التطورات التي حدثت في الخرطوم في السنوات الأخيرة وحذر تورك من أن الوضع الإنساني في السودان خطير للغاية ولا يبشر بالكثير واعتبر أن تزايد أعمال العنف في إقليم دارفور أضعف قدرات الدولة إلا أنه رأى أن اتفاقية جوبا للسلام تحتوي على العديد من آليات حل النزاع التقليدية التي يمكن استخدامها وناشد تورك المشاركين في العملية السياسية بالتنازل للوصول إلى توافق نصلت الضوء أكثر على هذا الموضوع مع ضيفنا من الخرطوم الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عثمان حسين أهلا بك معنا عبر شاشة الغد هذا الاتفاق الإطاري سيد عثمان بين الجيش وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي هل سينهي الأزمة السياسية الممتدة في السودان من وجهة نظرك؟ هذا الاتفاق أو الإعلان عن التوصل أو إمكانية التوصل لاتفاق إطاري مع الجيش يعني يأتي كخطوة استفاقية من الحرية والتغيير لملاحقة الأحداث المتسارعة لأننا لاحظنا هناك تغيرات سريعة جدا تحصل على مستوى المواقف فبينما الخطاب الذي ألقاه الرئيس مجلس السيادة في حطاب وبعده بيوم في كرري يعني هذه الخطابات حملت تغيير كبير في الموقف السياسي ربما ينعكس بصورة سلبية على طموح الحرية والتغيير في الوصول إلى تسوية سياسية حيث أعلن عدم الإمكانية لتحقيق تسوية ثنائية مع أي طرف كان وأكد على أنهم علقوا على ورقة وأبدوا ملاحظاتهم عليها ولكن هذا لا يعني بكل حال من الأحوال أنهم سيصيرون بإتجاه تسوية سياسية إلى جانب موجة الرفض الواسعة التي سادت كثير من القوى الحزب الشيع السوداني لجان المقاومة مجموعات تداء السودان كل هذه القوى أعلنت رفضها لأي شكل من أشكال التسوية السياسية التي دخلت فيها الحرية والتغيير بشكل كبير وواجه سيد حسين دعنا نتحدث الآن في الاتفاق الإطاري من ناحية المفهوم السياسي لهذا الاتفاق السودانيا ماذا يعني؟ هذا الإطار السياسي هو في حد ذاته قد يكون واحد من أسباب التأزيم الوضع في السودان لأننا لاحظنا من خلال التصريحات التي ذكرت الآن من ممثل الحرية والتغيير على أنهم لا يتجهون إلى تسوية شاملة أو تسوية نهائية بمعزل عن القوى الثورة الأخرى وقوى المجتمع السوداني ولكنهم لم يتورعوا من أن يبدأوا هذه العملية بشكل أحادي وبشكل منفرد وهذه هي المشكلة الأساسية يعني تأسيس نقطة البداية لأي عمل قومي ينبغي أن يشارك فيه جميع من البداية ولكن ليس أن تحصر فئة معينة طبقا لمفاهيم الوصاية وبالتالي هي تحدد القضايا والمراحل التي يمكن أن يلتحق بها الآخرون إذن عملية الاتفاق الإطاري التي يتم الحديث عنها اليوم يعني ليست هي أكثر من المخطط الذي صارت فيه الحرية والتغيير ولم تضمن فيه موقف المكون العسكري حتى الآن برغم عملية السنة الأخرى الكبير لهذا الاتفاق أنا في تقديري لا شيء التغير أبدا لأن هذه التسوية السنائية الآن الناس تصير باتجاه تسوية بين طرفين هم نفسهم أصحاب التسوية من بداية الأمر وانفضت هذه الشراكة بينهما في 25 أكتوبر الماضي والآن يعودان لإمكانية التسوية ولكن يبدو واضحا أحد الأطراف غير متشجع لتحقيق التسوية السنائية على النحو الذي كانت سائدة فيه في المرحلة الماضية لأن هناك موجة غوية وتيار وعي كبير يعني مبثوث وسط المجتمع السوداني وأدرك أن هذه الأزمات التي عالغة فيها المجتمع السوداني يعني كانت هي بسبب الحلول السنائية من تقصد بذلك سيد حسين؟ يعني أقصد أن الحلول الحقيقية للغضايا السودانية يعني ينبغي أن يشارك فيها الجميع لاحظنا مشاركة الطرفين يعني أدت لإخصاء أطراف كبيرة وأدت إلى الانصراف عن مهام الفترة الانتقالية وأصبح الصراح كله يدور حول السلطة والوصول إلى السلطة والمحافظة على كلاسة السلطة وتم الإبتعاد نهائيا عن تأسيس مرحلة انتقالية يؤسس عليها لتحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي تكون فيه الإرادة الشعبية هي صاحبة الحسم وصاحبة الرأي النهاي فإذن هذه الشراكة لم تغودنا أي خطوة باتجاه التحول الديمقراطي الحقيقي سواء كان في تحقيق السير باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية بالنسبة للسودانيين أو في إيجاد معالجات للقضايا الأساسية التي زلت تمثل كابح للسودان سيد حسين قلتم أنه لم يتغير من الأمر شيء هذه المرة أيضا الضامن من أجل الخروج من هذه الأزمة منذ أكتوبر لعام 2021 حتى الآن هل هناك مدة زمنية يمكن الحديث عنها الانتقال إلى سلطة مدنية كما هي المطالبات من قبل القوى الثورية كما تشير قبل قليل والكثير منها رافض لأي مصالحة يمكن أن تتم في هذه المرحلة دون تسليم السلطة إلى مدنيين الشعب السوداني والغوى السياسية السودانية كلها متفق على أهمية تسليم السلطة للمدنيين بما فيهم المكون العسكري الذي لا يرى غضاض في أن يسلم السلطة ولكن بيحتغل تسليم السلطة ينبغي أن يتم وفقا للطرائق معينة يرتضيها غالب أهل السودان لأن عدم اتفاق أهل السودان يعني هو الذي أدى لتناسل هذه المشاكل الكثيرة التي دفعت المشفقين على السودان ودفعت كثير من الوطنيين والقوى الوطنية السودانية إلى أن تتغدم بمساعي ومبادرات للحلول ولكن هذه المساعي والمبادرات للحلول معظمها يعني سار باتجاه تحقيق التوافق ما بين الغوى السياسية متناسين تماما القاعدة الشعبية التي تحقق الوحدة للشعب السوداني وتضمن عدم تمزق المجتمع السوداني فإذا لاحظنا هذه الثنائية التي يزعى إليها البعض اليوم هناك غوى شعبية كبيرة رافضة والمهم بالدرجة الأولى وهنا سيد حسين دعني أسألك عن التأكيد من قبل الحرية والتغيير المجلس المركزي إنه لا اتفاق نهائي سيوقع دون العودة إلى جميع القوى الثورية وموافقة هذه القوى على ذلك هل ستنجح قوى الحرية والتغيير على هذا الرهان وهل ستتمكن من فعل ذلك لن تنجح لأن السؤال الواقع هو لماذا يتم إبعاة هذه القوى أن تبدأ معهم هذه العملية من البداية يعني هذا هو السؤال البهيم يعني هنا بتصهر زهنية الوصاية وزهنية التمركز لمجموعة معينة وتصبح المجموعات الأغرى هي مجرد لواحق تحدد لهم القضايا والأطر التي تحل فيها هذه القضايا ومحتوى الحلول لهذه القضايا أشكرك جزيل الشكر الأكاديمي والباحث السياسي كنت معنا من الخرطوم الدكتور عثمان حسين شكرا جزيلا لك أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق فيما وصفته بقضايا الفساد الكبرى يأتي القرار عقب تأكيد رئيس الحكومة العراقية محمد شيع السوداني أن أولوية ولايته هي مكافحة الفساد وجاء في بيان هيئة النزاهة الحكومية من رئيسها القاضي حيدر حنون أصدر أمرا بتشكيل الهيئة التي ستضم مديري دائرتين التحقيقات والاسترداد في الهيئة بالإضافة إلى عدد من محقيقيها ووفقا لإحصاءة رسمية نشرت عام 2020 كان سوء الإدارة في العراق هو السبب وراء اختفاء أكثر من 400 مليار يورو خلال نحو 20 عاما ذهب ثلثها إلى خارج البلاد المزيد من المتابعة ينضم إلينا من بغداد الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد نعناع أهلا بك معنا سيد نعناع عبر شاشة الغد البداية من تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى من قبل هيئة النزاهة العراقية ممن تتكون هذه الهيئة وما أهدافها من وجهة نظرك مساء الخير شكرا جزيلا وتحياتي لحضراتكم جميعا لحد هذه اللحظة لم يتبين أن الهيئة سوف يكون لها أمر ديواني من رئاسة الوزراء أم أنها لجنة سوف تتشكل من داخل هيئة النزاهة نفسها وهي هيئة دستورية تعنى بمكافحة الفساد وإقرار التقارير المتعلقة به لم يتم لحد هذه اللحظة بيان رأيي بهذا الخصوص أما الأفراد الذين أعلن عنهم أبرز الشخص هو مدير الاستخبارات في وزارة الداخلية وتحديدا خلية نشطة لمتابعة الإرهاب وهي خلية الصقور الاستخباراتية المسمى بأبي علين البصري وهو مقرب من الحجد الشعبي ومقرب من قيادات في الميليشيات وهذا يعني بأنه هناك سردية جديدة من سرديات مكافحة الفساد كانت قد تشكلت سابقا في الحكومات السابقة كما أعلن عنها مثلا حيدر العبادي في وقتها رئيس الحكومة السابق كذلك عادل عبد المهدي بمجلس سمية بمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وبعد ذلك مصطفى الكاظمي ماذا فعلت هذه الهيئات سيد نعناع؟ لمكافحة الفساد أيضا يرأسها شخص عسكري وهو الفريق أحمد أبرغيف أنا قلت سرديات سرديات خيالية لم تأتي بأي شيء جديد تمام هذه المرة سيكون الأمر على ذات الصورة سيد نعناع؟ متوقع جدا بأنه على نفس الشاكلة وحذو القذة بالقذة كما يقولون لماذا؟ لأسباب كثيرة جدا أذكر منها لأننا الآن في عجالة أذكر سببين أن من الذين يراد أن يحارب فسادهم هم كلهم موجودون الآن في معادلة السلطة السلطة تشكلت مجددا استأنفت المحاصصة توغلها في مؤسسات الدولة وأن أكثر الذين تحوم حولهم شبهات الفساد موجودين في السلطة فمن سوف يضرب السوداني سوف يقيم الدنيا عليه ولا يقعدها في البرلمان لأن لديهم كتل وفي الحكومة لأن لديهم مزراء هذا أولا وثانيا أن الذين على رأس هذه الهيئة التي هي هيئة داخل هيئة يعني هي تشكل الآن وفقا للمعلن من هيئة النظر فكيف هيئة تفرخ هيئة تمام سيدنا هؤلاء الذين الآن أعلنت أسماءهم هم من الكتل السياسية وحتى اليوم هناك مستشار جديد عين في الحكومة هو ينتمي إلى جهات حزبية معينة فالملخص أنه كل هذه الإعلانات هي حالة مد أذرع جديدة ربما ما تقول سيد نيناع يتوافق نعم مقالات المبعوثة الأمية في العراق جيني بلاس خارت بصراحة لا يمكن لأي زعيم عراقي أن يدعي أنه محمي من الفساد يعني هذه القناعة اليوم أمميا هل تستند إلى تقارير فعلية واقعية وهل يمكن أن تمهد الطريق في هذه المرحلة للسيد محمد شيعي السوداني لأن يحدث اختراقا في هذا الملف أم أنه فقط سيجابه من قبل الكتل السياسية في البرلمان بالتأكيد يعني ذي السؤال حضرتك يرتبط بشكل واقعي بأن رئيس الوزراء الجديد محمد شيعي السوداني ما هو إلا واجهة لجهات وظفته بأن يقوم بمهمة ووظيفة محددة ممرحلة وقتية معينة وهي أن يحكم قضته على جهاز التنفيذ على الحكومة من جهة حتى يفرمل جهات تعرقل مشروع الإطار التنسيقي ومن جهة أخرى حتى يكون واجهة دون الزج بشخص معروف أنه ينتمي للإطار وعن طريق هذه المنظومة يتعامل مع الدول القوى الدولية ولكن أعتقد بأن القوى الدولية سواء الأمم المتحدة أو حتى الولايات المتحدة أو حتى محيط العراق الإقليمي كدول مثل السعودية ومصر سوف تكشف مبكرا هذه المسألة وتقوم بأدوار واضحة جدا تجاه مستقبل العراق ما أريد أن أقوله بأنه كل الذي يقوم به محمد شيعي السوداني هو بأمر من الإطار التنسيقي نعم سيد نعناع في كل ما تذكر سيد نعناع في هذه الجزئية تريد أن تقول أن مكافحة الفساد في العراق أشبه بالمعجزة نعم ولكن كاستدراك وهمش على المتن ليست معجزة بدون حل لا شيء ليس لديها حل تحتاج إلى أولا إرادة وتحتاج إلى خبرة تحتاج إلى إرادة سياسية وإلى خبرة وهذا المفقودان لأن من الذي يجب أن يقوم بهما ليس لديه الإرادة أن يقوم بهما نحن على اتصال مباشر وأغلب الخبراء والقانونيين على اتصال مباشر بالأجسام والهيئات المسؤولة عن الفساد نحن لدينا حتى في القضاء نفسه محاكم مختصة لمكافحة الفساد محاكم تسمى محاكم النزاهة محاكم العدالة عدالة انتقالية أو عدالة غير انتقالية فلماذا نأتي بمؤسسات جديدة لدينا ديوان الرقابة المالية لدينا هيئة النزاهة لدينا القضاء فيه محاكم النزاهة وسابقا كان لدينا حلقة رابعة اسمها المفتش العام مقرر المفتش العام في الوزارات فلماذا نأتي بهذه المؤسسات والهيئات الجديدة ما هو إلا محاولة تقوية قبضة الممسك على السلطة هذا يعني فقط وليس إلا أما أن نصف الفساد بأنه معجزة لا حاولت بعض الحكومات أن تقلم أظافره وستطاعت نسبيا أن تحقق منجزات ولكن الكتل وقفت في وجهها لأن الفساد هو فساد الكتل أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد نعناع الأكاديمي والباحث السياسي كنت معنا من بغداد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة مناخية لإفريقيا بأكثر من مليار يورو وأشار مسؤول المناخ في الاتحاد فرانس تيمير مانز إلى أن المليار يورو مجرد بداية حيث يمكن لدول أخرى أن تقدم ذات الإسهامات المالية مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيقدم ستين مليون يورو للخسائر والأضرار المناخية جاء ذلك على هامش مشاركة المسؤول الأوروبي في قمة المناخ المنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ المصرية من جانبه قال الرئيس البرازيلي لدى سيلفا أن العالم يتجاهل التحذيرات بشأن تغير المناخ بينما ينفق تريليونات الدولارات على الحرب وفي كلمة ألقاها في قمة المناخ في مصر أضاف دى سيلفا أن المجتمع الدولي بحاجة إلى قيادة أفضل وذلك للتصدي لتغير المناخ مردفا أن البرازيل مستعدة للانضمام إلى الجهود لبناء كوكب أنظف يحذرنا الكوكب دائما من أنه لابد من أن نعمل سويا من أجل النجاح وإذا ما وجهنا هذا الأمر فرادا فسوف نكون عرضا لمآسي مناخية ولكن رغم ذلك نحن نتجاهل التحذيرات وننفق تريليونات الدولارات على الحروب التي تسبب الضمار والموت في الوقت الذي يعاني فيه نحو تسامية مليون شخص حول العالم من الجوع أصدقائي الأعزاء لا يمكن ضمن الأمن المناخي بدون توفير الحماية اللازمة لمنطقة الأمازون ولا نتغر جهدا في القضاء على محاولة إزالة الغابات وتدور الأنظمة البيئية المتابعة ينضم إلينا من باريس المستشار السابق لدى اليونسكو والأمم المتحدة لشؤون تغير المناخ والكوارث الطبيعية دكتور بدوي رهبان أهلا بك معنا عبر شاشة الغد سيد رهبان التعهد من قبل الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة لإفريقيا من أجل التكيف مع المتغيرات المناخية بقيمة مليار دولار وأكثر من ذلك ما أهميته بالنسبة للقارة وهل سيتم من وجهة نظرك الوفاء بهذا التعهد؟ بالطبع نأمل أن هذا التعهد سوف ينفذ ويكون له خطوة بالتنفيذ وبالتعهد إنها خطوة مهمة مرحب بها بالطبع لأنها من جهة تثبت الشراكات التي يتطلبها الأمر يعني هالشراكات بين الدول الصناعية والغنية والدول النامية هذا هو خطوة في هذا الاتجاه وهذا الدعم المتوقع سوف يسمح للدول الأفريقية التي هي مهددة مثل غيرها بتغير المناخ ولكن من المتوقع أن تبعات تغير المناخ سوف تكون لها تبعات أكثر سلبية في الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط ودول جنوب شرق آسيا إذن نأمل أن هذا الدعم سوف يمكن الدول الأفريقية من جهة بالتكيف مع آسار تغير المناخ يعني حماية المجموعات السكنية حماية البلدان والمدن والقرى في القارة الأفريقية من آسار تغير المناخ كعواصف وسيول وفيضانات وموجات حر وتسحر ومن جهة ثانية أن يسمح للدول الأفريقية بالانتقال تدريجيا إلى الطاقات النظيفة هل الدول الأفريقية فقط بحاجة إلى الأموال والدعم والتعاهدات الأوروبية سيد رهبان أم أن الحاجة أكبر من ذلك خطط واستراتيجيات ووقائع وصندوق يمكن من خلال جمع هذه المبالغ المالية لضمان وصولها إلى الدول الأفريقية كل الدول النامية في العالم بحاجة إلى دعم من هذا النوع ليس فقط القرى الأفريقية وأيضا الدول في جنوب شرق آسيا الدول في أمريكا اللاتينية الجنوبية الجزر الصغيرة النامية التي هي مهددة بالزوال الجزر الصغيرة في المحيط الهادي في المحيط الهندي لذلك نأمل أن غير دول أيضا غير الاتحاد الأوروبي من دول غنية سوف تكون بهذا النوع من الخطوات ونحن لا نتكلم فقط عن دعم مادي ومالي الذي هو مهم ولكن نتكلم أيضا عن شراكات في مجالات العلم والتكنولوجيا يعني أن يكون هناك أنظمة إرصاد وإنزار مبكر للدول النامية بقروب حدوث عوامل مناخية متطرفة كالعواصف والفيضانات وموجات الحر وأيضا أن التمويل الذي تعهدت به اليوم الاتحاد الأوروبي هناك قسم منه قسم مثلا ستين مليون دولار لما نسميه بدعم الأضرار التعويض عن الأضرار والخسائر التي حصلت والتي قد تحصل من جهة وأيضا أن يدعم أنظمة إنزار مبكر في الدول الأفريقية وأن أيضا أن ينكل العلم والتكنولوجيا يعني نعرف أن مؤسسات في أفريقيا عندها مكانات عندها إمكانات بشرية عندها علماء وعندها رجال ونساء علم ولكن يتطلب منهم أن يستفيدوا من الخبرة ومن العلم والتكنولوجيا في البلدان الغنية هذا ما هو متطلب شراكات على المستوى المالي والتمويل ولكن أيضا شراكات على المستوى التكنولوجي والحليل نعم سيد رهبان هذا يدفعنا للحديث عن المخاطر التي تهدد القارة الإفريقية والعالم بشكل عام في هذه المرحلة الاحترار الحراري العالمي وأيضا موضوع المناخ والمتغيرات في هذا الإطار وتأثيرها على حياة الناس في ضوء أيضا القمة التي تعقد في شرم الشيخ المصرية قمة المناخ ما الذي يمكن أن يقال نعتقد أن قمة شرم الشيخ تسير في الاتجاه الصحيح وهناك خطوات إيجابية بالفعل وشراكات والحديث في شرم الشيخ هو التنفيذ الانتقال إلى التنفيذ ليس فقط الكلام والتعهدات ولكن التنفيذ وهذا ما يبدو أنه يتحقق تدريجيا في مؤتمر شرم الشيخ نحن نعتقد ونقول أن آثار تغير المناخ سوف تطول كل دول العالم من دول غنية ودول نامية وفكيرة ولكن يتطلب الأمر إجراءات إجراءات عن حماية الموارد المائية لأن تغير المناخ سوف ينعكس على شح في المياه أو على فيضانات وسيوت ثانيا على الزراعة القطاع الزراعي وتأمين الغزاء الأمن الغزائي هذا أيضا سوف يتأثر بتغير المناخ ثالثا المشاكل الصحية في أفريكا هناك تبعات على الصحة للمواطنين من انتشار وباءات من أيضا أمراض من أيضا النقص في المياه وأيضا ارتفاع درجة الحرارة كل هذه التبعات لتأثر المناخ هي تهدد الإنسانية جمعا وخاصة الدول النامية والدول الفقيرة المستشار السابق لدى اليونسكو والأمم المتحدة لشؤون تغير المناخ والكبارث الطبيعية دكتور بدوي رهبان شكرا جزيلا لك كنت معنا من باريس حصاد اليوم مستمر معكم من قناة الغد وتشاهدون بعد الفاصل أوكرانيا تقول إنها تعمل مع حلفائها لإقامة نظام دفاع جوي متكامل باريس سفند رواية طهران بشأن الفرنسيين المحتجزين لديها وتطالب بالإفراج عنهم فورا أهلا بكم من جديد في الحصاد وهذا تذكير بأهم العنوين قوى الحرية والتغيير بالسودان تقول إنها تعمل على التوصل إلى اتفاقية إطارية مع الجيش الإعلان عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى في العراق الاتحاد الأوروبي يعد بتقديم مساعدة مناخية لإفريقيا بأكثر من مليار يورو أهلا بكم قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينكوف إن بلاده تعمل مع حلفاء دوليين لبناء نظام دفاع جوي متكامل ومنسق أضاف الوزير أن حماية السماء الأوكرانية ستكون أولوية في اجتماع مقرر مع حلفاء في ألمانيا شيرا إلى أن أوكرانيا تستعد لفصل الشتاء في ساحة المعركة أكد الرئيس الأوكراني ذلادمير زيلنسكي أن الصاروخ الذي سقط في بولندا وأدى بحياة شخصين كان روسيا قال زيلنسكي أنه ليس لديه شك في أن الصاروخ ليس أوكرانيا وأنه روسي بناء على التقارير العسكرية في سياق متصل قال حلف شمال الأطلسي أنه من المرجح أن صاروخا أطلقه الدفاع الجوي الأوكراني كان السبب في انفجار وقع في شرق بولندا واعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن سلتنبرغ أن هذا ليس خطأا أوكرانيا محملا روسيا المسؤولية لأنها تواصل حربها غير المشروعة ضد أوكرانيا على حد تعبيره القائد الأعلى الجنرال كريستوفر كافولي قدم إحاطة للحلفاء والسفير البولندي أخبرنا بآخر مستجدات التحقيق في الحادث انفجار البارحة وقع بينما كانت روسيا تشن موجة ضخمة من هجمات الصواريخ على أوكرانيا منذ بداية حربها غير الشرعية هناك لقد زاد النيتو من يقظته عبر جناحنا الشرقي ونحن نراقب الوضع على أساس مستمر التحقيق بحادث الانفجار الصاروخي في بولندا جارين ونحتاج إلى انتظار نتائجه لكن ليس لدينا ما يشير إلى أن ذلك كان نتيجة هجوم متعمد وليس لدينا ما يشير إلى أن روسيا تستعد لعمليات عسكرية هجومية ضد النيتو من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين إن القوات الأوكرانية تحقق نجاحات على أرض المعركة في مواجهة روسيا وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الأركان مارك ميلي في واشنطن أشر أوستين إلى أن الدفاعات الجوية الأمريكية التي تم إرسالها لأوكرانيا تعمل بنجاح وأضاف أن واشنطن تنسق مع الدول الأوروبية لمساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها من جانبه وصف رئيس الأركان الأمريكي احتمال دفع أوكرانيا القوات الروسية للانسحاب من كامل أراضيها وصفه بأنه ضئيل مضيفا أن واشنطن ستوفر كل المساعدات العسكرية اللازمة لكييف نفتح النقاش في هذا الموضوع مع ضيفنا من لندن الضابط السابق في المخابرات العسكرية البريطانية السيد فيليب إنيجرام أهلا بك معنا عبر شاشة الغد ماذا تعني هذه الخطوة سيد إنيجرام؟ بناء نظام دفاع جوي متكامل ومنسق بين كييف والحلفاء في الغرب إن أهمية بناء الدفاع الجوي بشكل أساسي لإعطاء أوكرانيا كل احتياجاتها من أجل مواجهة التهديدات الروسية بعد الغزو الثاني لأراضيها المستقلة الأول كان في نوفمبر عندما استألوا على القرم وبعد ذلك كانوا يقومون بدعم المنشقين وهذا النزاع طورته روسيا من خلال أجهزة الاستخبارات الخاصة بها وفي فبراير هذا العام غزت روسيا دولة مستقلة وإن لم تكن روسيا فعلت ذلك ولم يكن هناك أي مشكلة اليوم نعم لماذا الآن سيد إنيجرام؟ هذه الخطوة يعني بعد ثمانية أشهر وزيادة على الحرب يتم اتخاذ هذا القرار والمضي قدما بتنفيذ خطة لضفاع جوي مشترك مع أوكرانيا حسنا إنه من الواضح من الحوادث الأخيرة بأن الصواريخ تطير في كل مكان وروسيا هاجمت أوكرانيا بمئات من صواريخ الكروز إنها تستخدم صواريخ بشكل كبير وتهاجم المدن الأوكرانية وتهاجم أيضا السكان الأوكرانيين وتهاجم أيضا البنية التحتية المياه والكهرباء وهذا أمر غير مشروع وأهداف عسكرية غير مشروعة وأوكرانيا ردت وحدث أثناء ذلك حادث كان هناك صاروخ يحاول تصدي للصواريخ الروسية وأعتقد أن هناك شيئا سقط على الحدود في أحد دول في بولندا في أحد دول النيتو ولذلك من هذا المنطلق كان القرار بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا ودفاع عن فضائها وجمع كل المعلومات الاستخبارات اللازمة كذلك أيضا أخذ صورة كاملة عن التهديدات وكيف يمكن تصدي لهذه التهديدات وهذا هو ما ستفعله النيتو وما ستقدمه أوكرانيا تساعد لفصل الشتاء في ساحة المعركة هذا ما قاله وزير الدفاع الأوكرانيا السيد ريزينكوف هل تتوقعون أن تتواصل هذه الحرب الروسية أكثر من ذلك وبالتالي يزداد حجم التنسيق والتعاون مع أوكرانيا والدعم العسكري المقدم من الغرب أيضا أعتقد أن هناك حاجة كبيرة بالفعل لمساعدات عسكرية ونيتو قدم الدعم في التدريم والاستخبارات إن النيتو لن يشترك في أرض المعركة لكن سيقدم لها جميع الأدوات اللازمة لدحر الهجوم الروسي وعندما يأتي الشتاء فإن أعتقد أن أوكرانيا لديها مبادرة الآن لديها زخم عندما قامت باستعادة خلص وهذا حدث كبير إن الروسيون ينسحبون والأوكرانيون والجنود الأوكرانيون يفهمون طبيعة الشتاء ولن يسمحوا بشهر الشتاء بالتقليل من فعاليتهم العسكرية إنه الأمر الآن صعب لأن الآن هناك الأراضي مبتلة بالمياه وهناك أمطار ولكن عندما يتتجمد الأرض ويكون هناك ثلج وتستطيع دبابات العبور والجنود يسمحوا قادرين على المشي فإن أعتقد أن ذلك سوف يكون ذا فعالية كبيرة بالنسبة لهم ولذلك فإننا أعتقد أن فصل الشتاء لن يعرقل القوات الأوكرانية بل بالعكس سوف تستغل أوكرانيا هذا الفصل لدفاع عن أراضيها بشهر سيد أنيجرام عندما يتم الحديث أنه دفع أوكرانيا القوات الروسية للانسحاب من كامل أراضيها ووصفه بأنه ضئيل من قبل السيد مارك ميلي رئيس الأركان الأمريكي كيف يمكن فهم هذه التصريحات؟ أعتقد أن انسحاب روسيا لم يكن انتصاراً ضئيلاً ولكنه كان نصراً لأوكرانيا ضد روسيا عندما بدأ الإصراع في عام 2014 وأيضاً للمرة الثانية في هذا العام كانوا يقولون أن روسيا سوف تفوز بشكل سريع حتى إن كانت هناك في ذلك الوقت الألماني كانوا يقولون بأن هناك داعي من الدفاع عن أوكرانيا لأن روسيا سوف تحتل أوكرانيا بشكل سريع لكن الواقع أثبت غير ذلك فقد أثبت الأوكرانيون أن لديهم تكتيكات عسكرية رائعة ضد عدو عدو يعتبر أنه عدواً قوياً على الورق وتظهر كل الإحصائيات بأنه يمتلك كل القدرات اللازمة لدحر أي عدو لها ولذلك فإنني أعتقد أن تمكن أوكرانيا من الاستحواذ على أراضيها مرة أخرى ودفع روسيا أعتقد أن ذلك بمثابة هزيمة كبرى لروسيا يعني الموضوع ليس فقط متعلق بخيرسون كان الحديث عن كل الأراضي الأوكرانية أوكرانيا لن تستطيع دفع روسيا الخروج من أراضيها بشكل كامل إذن كيف يمكن تحقيق ما ذكرت وحسم المعارك على المدن التي تم ضمها إلى روسيا وبعض المناطق الأخرى بعيداً عن معركة خيرسون هذا سؤال مهم وسؤال جيد بالفعل في عام 2014 الغرب لم يدعم أوكرانيا ولكنه سمحوا بروسيا بالاستلاء على القرم وأيضاً كانوا تركوهم يدعموا الانفصاليين في أوكرانيا وأعتقد أعتى ضوءاً أخضر لروسيا للغزو مرة أخرى في فبراير هذا العام المجتمع العالمي المجتمع الدول الآن ليس النيتو فقط ولكن كل المجتمع الدولي يدرك الخطر الذي تفرضه الغزو الروسي إلى أوكرانيا لذلك فإنهم فإن الغرب والدول والمجتمع الدولي يحاول مساعدة أوكرانيا الآن لدحر الغزو الروسي وأوكرانيا كما شاهدنا فإننا شاهدنا أن أوكرانيا تمكنت من دفع روسيا بعيداً عن بعض المناطق وسوف تستمر في الضغط على روسيا للانسحاب إن أوكرانيا لديها المبادرة للتقدم وبشرط أن يستمر المجتمع الدولي في تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا إذا قام المجتمع الدولي بتقديم الدعم العسكري اللازم فإننا أعتقد أن أوكرانيا سوف تكون قادرة على صد الهجوم الروسي ودحره نعم سيد إنيجرام إلى متى؟ يعني أنت ضابط سابق في المخابرات العسكرية البريطانية ما هي مقاومات صمود الجيش الأوكراني بعيداً عن الدعم الغربي وإلى متى سيستمر الدعم الغربي لأوكرانيا ما سقفه؟ نعم أعتقد إن لم يحصل الأوكرانيون على دعم من الغرب فإنني أعتقد أنهم لن يتمكنوا من تحقيق انتصارات على الأرض وما كانوا ليستطيعوا إعادة السيطرة مرة أخرى على خريسون ووقف الغزو الروسي وأعتقد أيضاً لن تكن لديهم القدرة على تحقيق الزخم العسكري الذي نشاهده الآن أعتقد أن الغربي ساعده بشكل كبير ونحن جميعاً نشاهد حجم المساعدات الذخيرة والتدريبات العسكرية والمدرعات والدبابات كل ذلك دعم أوكرانيا في الحفاظ على قدراتها العسكرية وكذلك أيضاً تم تقديم لها الدعم الاستخباراتي حتى تتمكن من صد الهجوم الروسي والذي يشن كل أنواع الهجمات العسكرية ضد أراضيها أشكرك جزيل الشكر الضابط السابق في المخابرات العسكرية البريطانية سيد فيليب إنجرام كنت معنا من لندن شكراً جزيلاً لك اتهمت فرنسا وبريطانيا إيران بتعريض مواطنيهما للخطر وذلك بعد أن قالت إيران إنها ألقت القبض على عملاء للمخابرات الفرنسية خلال الاحتجاجات المناوئة للحكومة وطالبت فرنسا بالإفراج عن مواطنيها كافة واعتبرت أن هذه الاعتقالات تعسفية مشيرة إلى أنها على علم باحتجاز سبعة مواطنين فرنسيين في أحدث تطور بملف المعتقالين الفرنسيين في إيران فرنسا تدعو السلطات الإيرانية للإفراج عن مواطنيها المعتقالين جميعاً معتبرة أن هذه الاعتقالات تعسفية ومشيرة إلى أنها على علم باحتجاز سبعة مواطنين فرنسيين في إيران بدورها نفت باريس كذلك مزاعم طهران بأنها ألقت القبض على ضباط مخابرات فرنسيين لتأجيج الاحتجاجات في البلاد وطالبت بالإفراج عن جميع مواطنيها المحتجزين في إيران واصفة تصريحات وزير الداخلية الإيراني بشان فرنسيين اعتقلوا بالآوينة الآخرة في طهران بالكاذبة وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بما سمه عداء إيران المتنامي تجاه فرنسا والمتمثل بالاحتجاز غير المقبول للرهائن داعيا طهران للعودة إلى الهدوء وروح التعاون مضيفا أن طهران تزعزع أيضا استقرار المنطقة بأعمال عدوانية داعيا إياها إلى احترام الاستقرار الإقليمي وكذلك المواطنين الفرنسيين وتتهم إيران خصومها الغربيين بتأجيج الاحتجاجات التي اشتعلت منذ نحو شهرين في البلاد والتي أسفرت عن مقتل العشرات وتخلل الاحتجاجات رفع شعارات مناهضة للسلطات كما وجه القضاء تهما مختلفة لما يقل عن ألفين موقوف هذا واستدعى الطهران العديد من السفراء الأجانب منذ بداية الاحتجاجات بسبب تعليقات لمسؤولين في بلادهم حول الاضطرابات في إيران ودعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران إلى وقف توجيه اتهامات تصل للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات نصلة ضوء أكثر على هذا الموضوع مع ضيفنا من باريس أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس دكتور يونس بالفلاح أهلا بك معنا عبر شاشة الغد سيد بالفلاح كيف يمكن قراءة احتجاز سبعة رهائن فرنسيين وآخرين ربما بريطانيين في إيران وتأثير ذلك على العلاقات الإيرانية الفرنسية بداءا تحية طيبة أولا يجب أن نشير على أن السبع المحتجزين حاليا لم يتم احتجازهم فقط في ضرفية الاحتجاجات التي تعرفها إيران منذ شهر شوسمبر الماضي ولكن هناك مجموعة من الأشخاص وربما كانت عددهم تقريبا خمس أشخاص كان تم احتجازهم خلال الخمس سنوات الماضية وفيهم مجموعة من من يحملون الجنسية المزدوجة سواء الفرنسية والإيرانية وبعضهم حتى باحثين أكاديميين معروفين فلذلك حتى الادعاء بالقول الإيراني على أن هناك عناصر من الاستخبارات الفرنسية ضمن من تم القبض عليهم هو الادعاء الخاطئ لكن هذه ورقة تلعبها إيران بشكل جيد منذ التوراة الإسلامية منذ سنة 1979 عندما تم العمل بما يسمى بدبلوماسية الرهائن كطريقة يمكن من خلالها الضغط على الدول الغربية لكن الملاحظ في هذا الشأن هو على أنه لأول مرة أرى أن هناك دول غربية خاصة في المنظومة الأوروبية على وجه التحديد وفرنسا على وجه الخصوص أكثر حزما اتجاه الطرف الإيراني في أمر لم يكن يسجل مسبقا دائما كان هناك تباطؤ في التعاطي مع الملف الإيراني يصل إلى درجة التواطؤ على ملفات من قبيل حقوق الإنسان وغيرها من هذه الملفات كانت هناك رغبة إلى دمج إيران في المجتمع الدولي والاعتماد على الاتفاق النووي كانت هناك حتى محفزات اقتصادية مرتبطة أساسا بما بعد الاتفاق النووي والمشاريع المهمة في مسائلة البنية التحتية أو حتى في قضية النفط والغاز ثم أنه كان دائما تخوف في مسألة أن هداك المحور الذي توجد به إيران ومن خلفها روسيا والصين قد يتير نعارات أخرى الأمر الذي يسير بما تخوفت عند الطرف الغربي لكن اليوم نلاحظ على أن هناك حزم أكبر في التعامل من طرف الدول الأوروبية تعلم أن باريس أكثر العواصم الأوروبية حرصا على التواصل مع إيران الرئيس الفرنسي أكد أنه حيجر اتصالات هاتفية مع الرئيس الإيراني رئيسي في أكثر من محفل كيف يمكن أن تتأثر العلاقة اليوم على صعيد دبلوماسي على صعيد تداخل في الملفات ما بين إيران وفرنسا ما يجري من مفاوضات في فيينا وأيضا البرنامج النووي الإيراني وجهة نظر الرئيس الفرنسي هو أنه يجب أن يتم الحفاظ على قنوات تواصل وقنوات دبلوماسية طبعا الرئيس الفرنسي يعشق فكرة لعب دور الوساطات وهذا التضح حتى في قضية الأزمة الأوكرانية من خلال الحفاظ على علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلا أن اليوم حدود أن يكون هناك وساطة في هذا الملف تبدو أنها ضئيلة لأنه قد سابق لفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية أن حاولت تقريب وجهة نظر مع الولايات المتحدة الأمريكية سابقا إلا أن الأمر لم ينجح واليوم يبدو على أن المشكلة ليس فقط مشكلة علاقات دولية بالنسبة للطرف الإيراني ولكن هناك مشكلة داخلية حقيقي يتجلى في مسألة المظاهرات التي تصل تقريبا إلى شهرها التالت يتصل إلى أن هناك مظاهرات لا تكتفي فقط بالعناصر النسوية مثل ما ظهرت في بداية الأمر ولكن هناك استمرار لحالة التظاهر حتى على مستوى الجامعات وغيرها ثم أنه ارتفاع عدد الضحايا وحسب الأرقام التي تصل إلى فرنسا من طرف منظمات المجتمع مدني فالأرقام تتحدث عن تقريبا 350 قتيل هذا كل الأمر يجعل على أن الطرف الفرنسي صحيح يريد الحفاظ على قنوات التواصل إلا أنه يضغط بطرق أخرى وأكبر دليل هو العقوبات التي فرضتها أو فرضها الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على مجموعة من الشخصيات في إيران ومن بينهم وزير الداخلية وهذه تعتبر ربما سابقة في الأمر لم يكن الاتحاد الأوروبي يجرؤ على الاتحاد النوعية من القرارات لا مع إيران ولا مع أدرعها الرئيس ماكرون في المقابل وصف ما يجري في إيران بالثورة استقبل في قصر الإليزي الجمعة الماضية أربع شابات إيرانيات وفي إشارة على دعم مطالب الشعب الإيراني هل يزيد ذلك من تورط فرنسا في ما يجري اليوم من أحداث وبالتالي يؤكد الرواية الإيرانية بوجود عناصر من المخابرات الفرنسية في إيران لا شك على أن فرنسا تبحث عن منفذ داخل الرقعة الإيرانية وتبحث دائما أن يكون لها دور دبلوماسي في هذه الرقعة وفرنسا شأنها شأن أي دولة خاصة الدول الكبرى اليوم تبحث عن المعلومات في إيران تريد خلق قنوات تواصل لا مع الأطراف الموجودة في الساحة سواء كانت في السلطة أو في المعارضة وهنا يجب أن نشير على أن أبرز الحركات المعارضة في إيران مقراتها الرئيسية على المستوى الغربي موجودة في فرنسا ثم أن الاهتمام بإيران هو اهتمام كذلك مزدوج ليس فقط بالساحة الإيرانية ولكن حتى بكل منطقة الشرق الأوسط فلذلك الفكرة لدى الطرف الفرنسي هو دائما يريد البحث عن قنوات للولوج لهذه الملفات الدبلوماسية لكن تبدو على أن اليوم هناك السلطة الإيرانية يبدو على أنها غير قابلة لليوم للحوار مع الأطراف الغربية ليست هناك رغبة حتى الولايات المتحدة الأمريكية أكدتها للعودة إلى الاتفاق النووي وفي ظل الصراع أو حالة الاستقطاب الموجودة على المستوى العالمي بين المحور الغربي بقيادات الولايات المتحدة الأمريكية والمحور ما يمكن أن نسمي المحور الشرقي بقيادات روسيا والصين يبدو على أن فرص فرنسا في هذا الصدد هي فرص دائلة ويبقى فقط الرهان هو على أن يكون هناك تغيير ربما داخلي جراء هذه الموجة من الموجات الاحتجاج أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس دكتور يونس بالفلاح كنت معنا من باريس شكرا جزيلا لك ختم حصاد اليوم من قناة الغد في القاهرة نذكركم بأبرز العنوين قوى الحرية والتغيير بالسودان تقول إنها تعمل على التوصل إلى اتفاقية إطارية مع الجيش الإعلان عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى في العراق الاتحاد الأوروبي يعد بتقديم مساعدة مناخية لإفريقيا بأكثر من مليار يورو انتهى حصاد اليوم من قناة الغد شكرا لكم على كرم المتابعة دوما في أمان الله